السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كيرا. ما ندروا لاخر اخبار محترفة المغاربة كل من عبدالصامد زنزولي. وكذلك بلا الخنوز كالدك يونس عبد الحميد ويوسف المساري لكي عدم الاصابة. وكذلك عنده على حاكم زياج اللي غيغيب على فريق قلاطة صارع الموجهة في دوري ابطال اوروبا. سنبدأ مع عبدالصامد زنزولي لكي سجل اول هدف ديالو. مع فريق ريال بيتيس الدوري اسباني. بعد ما ادخل كباديل في الموجهة اللي كانت بين فريق بيتيس. وكذلك فريق فالونسية. ادخل في الدقيقة تنين وسبعين من المباراة عبدالصامد زنزولي. وكيستجل اول هدف ديالو هاد الموسم هدف الليجة. وتقييم ديال عبدالصامد زنزولي فضل المباراة هدي. كان هو سبعة فاصيلة ثلاثة وربحوك ثلاثة هدف لسف. بالنسبة لبيل الخنوز له مبارك وزيد في ذلك يواصل التألق ديالو مع فريق جينك البلجيكي ويتعادلو ثلاثة الاهدف مقابل ثلاثة. صنع هدف في هذه المباراة بيلا الخنوز. وكيما اجنا بيلا الخنوز تسجل جوج الجولة المتتالية. وهذه الجولة يعطي قصصات وتقييم ديالو كنوة ثمانية فاصلة صيفر. بالنسبة ليونس عبدالحاميد كيواصل تألق ديالو مع ستادرين مثال فرنسي. وكي يسجل هدف في هذه المباراة ويربحوا بهدفين لسافر عبدالحاميد كيما كان عارفوه كيقدم مستواية والا ارواح مع الفرق ديالو ستادرين تسجل هدف ربحوا بهدفين لسافر قدم مباراة في المستواة ونسبة كبيرة يكون حاضر مع المنتخف كاس افريقية الامم. بالنسبة ليونسوا ندخلتها السبع وسبعين من المباراة قدم اداء جيد كيما كان عارفوه لاعب بواسط ميدان كيقدم مستواية رائعة او مع ستادرين يعني بعد المباراة كيلعبهم كاساسي وبعض المباراة كدخلهم كباديل كنتمنى ولو ان شاء الله يبقى يلعب كاساسي مع الفارق ديالو ستادرين تسال فرنسا ومن يكون كتلعب كاساسي ماشي هي كباديل وكنتمنى ولو ان شاء الله توفيق في قادم المباراة مع الفارق ديالو بالنسبة لعيصام العزوزي اول اسس ديالو في دور ايطالي الدرجة الاولى مع فارق بولونيا ويربحوا بثلاثة الاهداف مقابل سافر عيصام العزوزي كيقدم مستواة رائعة ادخل في الدقيقة اربعة وخمسين من المباراة يعني ما بدش كاساسي وتقييم ديالو في المباراة كان هو سبعة فاصلة صيفر بالنسبة للساحير حاكم زياش غيغيب على فارق وغادان امام مانشيستان يونيتت في دوري ابطال اوروبا غيغيب على فارق وقالطة صاري التورقي كما كان عارفوا حاكم زياش غيب على مباراة ديالي يوم السبت مع فارق وقالطة صاري وغيب في هدى الجولة هذي كدلك في دوري ابطال اوروبا كانت منى ولو ان شاء الله الشفاء العجل كنا بصراحة كانت منى وحاكم زياش وصوفيان امرابط خصوصا صوفيان امرابط يلعب كدائر ايصار كانت تكون مواجهة بين حاكم زياش وصوفيان امرابط داخل ملعب اورترافورد هادشي اللي ما تقلش وكانت منى بصراحة الحاكم زياش الشفاء العجل بالنسبة ليوسف النصيري كي عود للاقي حاديال نادي اشبيل يلغت واجه بيزفين دوفنال هولندي في دوري ابطال اوروبا وكانت منى وليوسف النصيري يتقلق في المباراة هذي بعد عودة ديولوم الاصابة كما شفنا حاضر في اللائحة اللي غتكون عودتاني مواجهة مغربية بين اسماعيل الصايباري كذلك ويوسف النصيري كانت منى اللاعبين ديانا ان شاء الله التوفيق غدا ان شاء الله في دوري ابطال اوروبا وكانت منى ومشاء الله يتقلقوا في المباراة يتوستجلوا الاهداف وقدموا مستويات ولا اروح والسلام عليكم كان معكم محمد